ليسأل يقول ما حكم المرأة التي تشتغل بالهاتف كثيرا حتى تضي أعمال المنزل ولا تؤديها على الوجه المطلوب عادل بارك الله فيك أولا بالنسبة للأشياء عندنا فرائض وعندنا مندوبات هذا في العبادات هذا في العبادة والله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي وذكر بأن أحب ما عليه سبحانه وتعالى مفترض أحب ما عليه مفترض ولذلك جاء في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل النوافل في العمل الدنيوي نجد الآن الموظف الذي يشتغل بالأشياء الثانوية ويترك الأشياء الضرورية الأساسية يعد مهملا ويعد مفرط ويعد فاشل في عمله نترك العمل الأساس وذهب يشتغل في ماذا في الأشياء الشكلية كذلك المرأة في بيتها المرأة في بيتها عليها واجبات وحقوق ولذلك المرأة التي تنصرف إلى مثل هذه المشوشات والمشغلات وتهمل حقوق زوجها وحقوق أولادها وحقوق بيتها سامحوني أن أقول هذه امرأة فاشلة هذه امرأة فاشلة يعني امرأة الآن تفرط في مثلا الطبيخ تفرط في تنظيف البيت مثلا تفرط في كل ما هو من واجبات البيت في مثلا تدريس أولادها تعليم أولادها الاهتمام بنظافة البيت الاهتمام بالواجبات تفرط في هذا وتشتغل على الجوال تتابع المحتويات هذه والحسابات وتقضي الوقت الطويل هذه امرأة فاشلة أقولها بكل صراحة امرأة فاشلة أما المرأة الناجحة المرأة اللي فعلا مراقبة لله عز وجل إذا انتهت من الواجبات والحقوق والفرائض التي لله عز وجل والتي للعموم الأسرة للزوج والأولاد والبيت ثم يعني جلست تتابع بعض الأشياء المفيدة النافعة التي تضيف إليها إضافات فعلا نافعة هذا يعني لا شيء فيه ويدل على أن امرأة ناجحة لأنها عندها تراتيب للأمور تراتيب للأمور ولذلك يا أخواني وأخواتي يشتكي كثير من الرجال أحوال نسائهم يقولون بأن أغلب الوقت مصروف إلى هذه الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي تقضي المرأة الساعات الطويلة وتهم الزوجها وتهم الأولادها وتهم البيتها اتقوا الله هذه والله تضر ولا تنفع وهناك أيضا في المقابل بعض الزوجات يشتكين أزواجهن أيضا يقضون الساعات الطويلة على وسائل التواصل الاجتماعي سرقتهم وخطفتهم عن زوجاتهم وعن أولادهم وعن التربية وعن البيت حتى أصبح بعض الأزواج أشبه بتحفة موجود في البيت هكذا لا نفع فيه أبدا يعني أغلب الوقت يقضي حول هذا يقضي الساعات ثلاثة أربع خمس ست ساعات ما عنده مشكلة ولا شك بأن هذا يدل على خطورة هذه الوسائل وأن فعلا أثرت في كثير من البيت تأثير سلبي ولذلك نحتاج أن يكون لدينا ثقافة ثقافة في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بالعناية بأولا قبل ما ندخل إليها العناية بالواجبات والفرائض والحقوق ثم بعد ذلك إذا وجدنا فرصة ندخل للاستفادة وليس لي تقطيع الوقت وليس لي والله قضاء وقت الفراغ لأن هذا أحيانا قد يسحب هذا الأمر يسحب الإنسان إلى مراتع وخيمة مستنقعات آسنة فلذلك أنا أوصي أخواتي بتقوى الله عز وجل وأن يحذرنا من الإدمان على هذه الوسائل وأن يقومنا بالواجبات وبالحقوق وأن يعرفنا بأن هذه الدنيا في واقع الأمر لا تتحمل مثل هذا النزيف في العمر والهدر في الوقت وهذه الفوضى والعبثية التي يعيشها بعض الناس يعني هكذا متى ما أن توفر له سارع إليه وترك الحقوق والواجبات فأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع وأن يبصرنا وأنا دعوتي للجميع أن يكون لديهم ثقافة ثقافة في التعامل مع هذه الوسائل ورقي ما يكون الإنسان فوضوي هكذا يعني يدخل متى شاء ويخرج متى شاء لما ينظم وقته بارك الله في الجميع اشتركوا في القناة